مرحبا بكم معزائي مشاهدي قناة الديار الفضائية الكرام لقائي يتجدد حضراتكم عبر هذا البرنامج في موعده الثابت على طريق نشر الوعي القانوني والثقافة القانونية في مجتمعنا الكريم يعلم متابع البرنامج أننا في حلقات يوم اللبت والأسبوع الحادي عشر على التوالي موضوع بحث الحلقات يكون قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم تسعة ستين لسنة ألف وتسعمية ثلاثة وثمانين لسنة ألف وتسعمية وتسعة وستين المعدل وهذا القانون أنا بيانت أهميته سابقا هو خارطة طريق لكل المتقاضين يعني حتى بالنسبة للمحامين هو بالغ الأهمية ويعني اتناولنا هذا الموضوع خدمة لعموم الناس اللي ممكن أن يقفون أمام القهر وللمحامين الشباب جملائي الأعزاء يعني بقدر ما يمكن أن يستفادوا من حلقات هذا البرنامج إن شاء الله نكون في خدمتهم احنا توقفنا بالحلقة اللي مضت السبت الماضي عند الباب السابع اللي هو يعني يتحدث عن الأحوال الطارئة التي تطرع على الدعوة من وقف وانقطاع وعليه فاليوم سنباشر من حيث توقفنا هواتفنا وكما عودناكم ستكون مفتوحة أمام حضراتكم وستظهر أسفل أشاشة بعد قليل أو ظهرت لاستقبال مكالماتكم ورد على أسئلكم سواء تعلقت في موضوع الحلقة أو في أي شيء مشئون القانون أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج في الثقافة القانونية معكم المحامي لؤي شوقي السعدي أنتل إلى الموضوع وقبل أن أخوض بي حقيقة يعني إحنا دائما لأنهم موجودين في الساحة في المحاكم وفي العمل أحيانا يستوقفون بعض المشاهدين ويطرحون علينا يعني همومهم سواء في ما يتعلق بالقوانين أو ما يتعلق منها يعني أمام القضاء أو الدوائر الرسمية أو وإحنا بقدر يعني ما تتيحه لنا يعني أهمية الطرح لا نتجاوز في ما لا يتعلق بوظيفتنا لكن بقدر ما يدخل ضمن الفائدة العامة ممكن أن نشير يعني إلى ما نتلقاه من إشعارات ومن شكاوى من قبل الناس اللي يحملون هذه المسؤولية أحيانا إحنا أيضا يعني من خلال عملنا يعني نجد ما يمثل معاناة فوحدة من الأمور اللي أريد أشير لها قبل أن ندخل في الموضوع يعني للمصلحة العامة وللجهاد ذات العلاقة يعني وخاصة بالنسبة لوزارة العدل الموقرة اللي هي الوزارة اللي الأقرب بالحقيقة إلى عمل مجلس القضاء الأعلى واللي يفترض أن يكون التنسيق يعني كبير جدا ما هي أصلا كانت المحاكم على وزارة العدل قبل 2003 ولذلك عمل وزارة العدل جدا حيوي ومهم بالنسبة للناس اللي يلجأون إلى القضاء والناس اللي يعني لهم صلة بأمور قانونية موضوع التبليغات أنا أشرت إلى سابقا أنه الآن التبليغ الدوار الحكومية والوزارات بالإنذارات اللي تصدر من الكتاب العدول التعليمات تقول أنه هذا لازم يكون عن طريق البريد وليس بواسطة المبلغ المخول الموجود لدى كاتب العدل وهذه حقيقة يعني أضفت مشكلة كبيرة ووضعت على عاتق المنذر أمور حتى تخل في العدالة وفي الموازنة بين مصالح الأشخاص اللي يقفون أم القضاء أو يلجأون للقضاء الموضوع لا زال رغم الإشارة إليه يعني سواء في هذا البرنامج أو في مجالات أخرى لا زال دون علاج يعني أنه أنت إذا تريد تدر جيهة رسمية أو وزارة من وزارات الدولة وهذا الإنذار يكون هو سابق على إقامة الدعوة وبالتالي يعني يفترض أن يتم لكي تقيم الدعوة يفترض أن هذا الإنذار ما يصل إلا بأشهر بينما هو ممكن أن يصل بيد مبلغ الكاتب العدل أو المحكمة إذا ماكوا عند الكاتب العدل مبلغ إلى الوزارة أو الدائرة المعنية وبالتالي ورقة التبليغ بالإنذار ترجع للكاتب العدل وتصدق من عنده وممكن للمنذر أن يقيم الدعوة وبالتالي يعني يصل إلى حقه فهذا فيه خلال يعني هذه التعليمات حقيقة هي هي التعليمات يعني وظيفتها أن تسهل التعامل والتطبيق للقانون مو أن تتناقض مع القانون يعني هذه التعليمات أنا أجزم منه هذه مناقضة للقانون لقانون المرافعات اللي إحنا دا نبحث به وفي الحلقات السابقة إحنا بحثنا بموضوع التبليغات وقلنا شلون تتبلغ يعني من الأمور اللي أشار إلى القانون كيفية تبليغ الدوائر الرسمية والأشخاص المعنوية سواء العامة أو الخاصة وهذه التعليمات اللي الآن يعني وزارة العدل أصدرتها لدوائر الكتاب العدول تتناقض مع أحكام قانون المرافعات الخاصة بالتبليغات لأنه ماكو يعني ماكو هيشي يعني بالقانون ماكو هيشي أمور أنه يكون عن طريق البريد وإنما يكون عن طريق المبلغ بورقة تبليغ تدخل فيه سجيل ويوقع عليها مدير الدائرة القانونية في الوزارة أو الدائرة المهنية وبالتالي يعتبر المنذر إليه مبلغا هسا احنا بالنسبة للمحاكم لا زالت يعني تعمل وفقا للقانون لكن المشكلة في دوائر الكتاب العدول يعني المشكلة تتعلق بين وزارة العدل وبقية الجهات يعني في موضوع الانذارات الحقيقة أكثر أكثر جهة ملتزمة بتنفيذ القانون وهذا أمر طبيعي طبعا هي المحاكم هي دوائر مجلس القضاء الأعلى والمحاكم أما الدوائر الأخرى فبين يعني تارة وأخرى نجد أن هناك تعليمات تناقض مع أصل القانون مو مع روحه فقط بالنسبة لموضوع يعني موضوع الوكالة موضوع الانذارات أيضا إحنا عدنا بوقع لقانون المرافعات أنه الوكالة وكالة الوكيل لا تسقط إلا في حالتين أما العزل أما أنه الموكل يعزل الوكيل أو الوفاة يتوفى الموكل هو بتالي من تاريخ وفاةه ويفترض أنه أي تصرف من الوكيل بعد ذلك لا يعد شرعيا ويعد بلحكس يعد باطلا إذن سقوط الوكالة يكون بأمرين أما العزل من قبل الموكل أو الوفاة بينما لذا يحدث الآن من تراجع الكاتب العدل خاصة بالنسبة للمحاكم أيضا مقتزمة بهذا القانون لكن من تراجع الكاتب العدل تريد توجه اندار أو تراجع مصرف تريد في أمور مالية أو تراجع أي دائرة من دوائر الدولة الأخرى تجد أنه يريدون من عندك الوكالة مصدقة بسنتها يعني كل سنة لازم تصدق الوكالة هو الموكل إذا لازم كل سنة يصدق الوكالة فمعناها لازم كل سنة يصدر وكالة احنا على أساس يعني نلزم ونوكل إنه لازم كل سنة يوكل بوكالة جديدة المحامل اللي هو يلجأ إلى دائما أو أحد أقاربا اللي يريد يوكله أو أي انكارة يعني هذا الزام معناها احنا بجهة يعني بشكل آخر نلزم الشخص البيعي بأن يقوم بما هو ليس حقا عليه أو واجبا عليه يعني نلزمه بما هو فوق طاقته بما هو لا معنى له وبما هو مخالف أيضا للقانون نفسه قانون المرافعات المدنية اللي يتعلق في هذا الأمر يعني لما تصدر المخالفة بالتعليمات خاصة من جهات يعني لها علاقة بوزارة العدل هي هاي المشكلة وأحيانا مو كل كتاب العدو اللي يعملون بهذا الموضوع ولا كل المصارف ولا كل الدوائر يعني تلقي دائرة تعمل بهذا الموضوع وأخرى لا تعمل بهذا الموضوع فأنا سألت أكثر من كاتب عدل يعني في هذا الجانب قالوا أنه قناعة يعني هي موضوع قناعة البعض يطلب البعض ما يطلب بس ما ممكن أنه يعني قناعة الكاتب العدل يعني يعني تخلينا أنه نكون مخالفين للقانون القانون المرافعات المدنية في هذا الخصوص وهذه أيضا يعني رح تكلف الشخص الموكل بأنه لازم كل فترة هو يسوي وكالة جديدة وبها أعباء مالية وأعباء يعني معنوية عدلة نعم أكو اتصال سلام عليكم دنيا من بغداد تفضلي دنيا سلام عليكم أستاذ تفضلي دنيا مرحبا بيتي أهلا وسهلا سلام عليكم إذا أمكن ممكن أنت السؤال نعم تفضلي تفضلي دنيا إذا حبيت أتبني طفل نعم إذا كانت ابني وإذا كان هناك في الحكوم وأطمو صدق يعني صحيح المحامي يأخذ يعني من أجل مليون يعني عقلت شيء إذا رجق مش محامي يعني لازم يعني إلا نازم نحط محامي يلا لا لا مو إلا إلا توكلون محامي في موضوع أه بني طفل ممكن 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 هو تقدمين طلاب لقاضي الأحداث بال بالمنطقة اللي أنت بيهاتي وين ببغداد لو وين بأي محافظة بغداد بالرصافة لو بالكرخ بالمشتل يتروحين لقاضي أحداث الرصافة تقدمي إلى طلب تقولين أنا في نيتي يعني أتبنى الطفل الفلاني أنت وزوجك انقطع لتصال المهم مفتهمت من عندك دنيا هس أجاوبك أكملتك الجواب تروحون تقدمون طلب إلى قاضي الأحداث وبالتالي هو رح يطلب من عندكم كل ما يستلزم موضوع إنجاز موضوع التنية من مستمسكات يعني من مستمسكات الخاصة بكم والطفل وين يكون موجود سواء في إحدى دور الدولة أو خارج دار الدولة ويعني إذا كان يعني معروف النسب ولا ما معروف النسب كل هذه الأمور هي عدها وزارة يعني محكمة الأحداث عدها يعني في قانون الأحداث أمور تنفذها بالكامل حرفيا يعني للمحافظة طبعا على الحدث اللي المطلوب تبنيه وبالتالي أنت لما تتميها ويتأكدون طبعا يجرون الكشف على الدار اللي اللي أنتو تشغلوها ويتأكدون من سلامة الموقف فيما إذا تم يعني الإذن بالتبني بعد كل هاي الإجراءات ممكن أن يصدر لكم حكم بالتبني هذا الطفل هذا الموضوع يعني حقيقة هو فيه مراجعات كثيرة يحتاج أن يتوكلون مهامي يعني إذا اتفقتوا مع مهامي يكون أفضل يعني أنه يعني موضوع سهل لكم الأمر إلا هو مسألة قانونية يعني سواء وكلت أو وكلت هذا أمر يعنيكم يعني بس هو راح يسهل لكم الأمر يرفع عنكم بعض المشاكل نعم نجات من بغداد فضلي نجات نجات من بغداد فضلي يابت فضلي نجات نجات فضلي فضلي اي عامي تاركني زوجة صالة من الألفين ولحد الآن لا قاعدة إيجار نعم وما عندي كل شو وتاركني يعني لا يعرفني يعني بغداد أعلام من عام الفين من عام الفين ايه والله من الفين وين هو موجود داخل العراق اه موجود داخل العراق ايه داخل العراق موجود زين شو يعني يعني تارك شنو سببه يعني صارت دعوة بناتكم تفريق طلاق صار حكم لو هيكي بس يعني تارك هجر يعني ما رفع دعوة امام المحكمة انتي ما رفع دعوة هو ما رفع دعوة انا رفع دعوة اي زين بس بس قابل رحت ل وصلت لي اي قلت ل اريت قلت من اندي ايقل شوفيني يا وانت عاكم اعم اغلوة اقلتني ايقل روح تبيني اثبات واني اعرف لي شنو هات لا انتي انت اتكيمين دعوة اتكيمين دعوة hajr تكيمين دعوة تفريق للهجر من اتكيمين دعوة تفريق للهجر اه اخت نجاة يعني لا بالمدع عليه اللي هو زوجيش اتسابتين عنوانة على مود المحكمة تبلغى لانه هي هي المحكمة ما رح تمشي بالدعوة اذا ما تبلغ اما يتبلغ او يعتبر مبلغ اما يتبلغ ويحضر او يعتبر بلغ وفقا للقانون زيان عني وبالتالي يصدر علي القرار المهم نجاة افتهمت من عندك اما ان يصدر علي القرار غيابي اما ان ينفذه ويعوى اما ان يصدر حكم بامن المحكمة بعد يعني ان تبلغ ايضا بالحكم الغيابي يصدر حكم ويكتسب الدرجة القطعية وتنتهي علاقتك بي وانتي خلال هاي الفترة يعني ما قمت دعوة نفقة ما قمت لحد الان ما تحرفين عنوانه انتي طبعا الماضية اللي ايليش يعني لمدة سنة فقط بينما انتم سنة الفين متروكة يعني متروكة بالهجر وهذه مدة جدا طويلة يعني اصلا حتى شرعا يعني شرعا الامر غير جائز من قبل الزوج يعني اتمنى انه يسأل من ناحية شرعية مشكلة هذه ومن ناحية قانونية الله يكون بعونك انتي بامكانك بس لازم اخة نجاك لازم تلقين عنوانه لانه الدعوة دعوة محكمة الاحوال الشخصية ما تقدر تصير بالدعوة اذا ما تبلغه فلازم تجيبين عنوانه تتأكدين من عنوانه اذا ما اذا تقولين ما اعرف عنوانه وما اعرف وين راح ومن حقك هذا طبعا لانه انتي خموه هو لو تعرفين عنوانه كان صار علقة الحل بيناتكم من هالقبيل فبإمكانك تنطين اخر عنوان الى اخر عنوان الى الاهل ويتم التبليغ عليه وراح يكون الجواب انه ارتحها الى جهة مجهولة وبالتالي يتم النشر بالصحف وطبعا كل هاي الامور راح تجري باذن المحكمة بحب القانون لازم تمشين على الترتيبات هي المحكمة راح توجهت ويعني الى ان تصلين الى الحكم الغيابي بالتفريق للاجر حقيقة يعني الامر هو حاصل بيناتكم التفريق يعني واقعا فيبقى فقط يعني رسميا يكون بقرار حكم يعني اتمنى لمثل هيك زوج انه يعني لما يترك بيشته ما اعرف انا ما قلت لي عندك اولاد ما عندك اولاد نفقتهم وشلون الله يكون نبعون اش يعني هذا هو الطريق نعم موحان موحان تفضل موحان السلام عليكم اهلا اخ موحان يا مربيك برحبتك فرسوا تفضل عيني تفضل اخ موحان اسمعك موحان تفضل موحان راح صوتك اسمعني هس اسمعك ايه هس رجع صوتك دخول محكوم اخوك محكوم ايه مشمول هو بحصل اذا اصح تراجل اسمعك مشمول بالعفو مشمول بالعفو هو وحدة 2008 شلون وحدة 2008 2008 وحدة دعوان 2008 وحدة دعوان 2006 يعني الدعاوي اللي عليها وحدة بال2008 ووحدة بال2006 ايه ساتين هنحكم لهم عيني المعبد اثنين هنحكم عليهم معبد ايه 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 وحدة معبد معبد زينه لا تحت راجل من هي دعوة عشائرية امم زين ايه سحت راجل مشمول بالعفو اثنين هنو وحدة ايه هنه على يا مادة على يا مادة انت دعاوي على يا مادة 406 406 إذا صار أكو تنازل نعم مش مولة بالعفو يعني مو وحدة وحدة لا لا هو يعني عن المدة المحكوم طبعا هو عن كل جريمة عن كل جريمة محكوم عليها هن ينهي المؤبد يعني بالتالي لازم تجيبون المدعين بالحق الشخصي يعني ذوي المجني عليهم يتنازلون بكل دعوة يتنازلون يلا يتم لازم الثنيا يتنازلون يعني العائلتين تتنازل اللي شو قاتل اثنيا يعني يعني ما دعوتين المهم يكون مش مولة بالعفو المهم انتوا إذا تريدون يعني موضوع شمولة بالعفو لازم المدعين بالحق الشخصي في الدعوتين في الدعويين انقطع الاتصال يجون أمام لجنة العفو يتنازلون عن حقهم واتمشون الموضوع من لجنة العفو بالمحافظة وبالديوانية وبالستئناف الديوانية وبالتالي يتم موضوع شمولة بالعفو يعني هو مبدئيا هو مشمول لكن يبقى على تنازل المدعين بالحق الشخصي أعود إلى الموضوع ما بدينا بيلتي هنا في موضوع الانذارات فالقصد يعني انه نتبنى من وزارة العدل المحترم يعني وكل دوائر الدولة الأخرى يعني كل اللي يريد الالتزام بالقانون يعني خاصة قانون مثل قانون المرافعات هذا القانون يعني أكثر قواعده هي من النظام العام وبالتالي لا يجوز مخالفته وهي تمثل حقوق للأشخاص وتهم على طريق طريق واحد على نقطة واحدة لا أفضلية لأحد على آخر ووزارة مثل وزارة العدل هي يعني أعلم بهذا الموضوع وأدرها ويفترض أنه هي أكثر من يعني وطبقها العنون فإياريت موضوع الكتاب العدول سواء في موضوع الوكالة أو في موضوع التبليغات الأمر يعالج أعود للموضوع الباب السابع إحنا قلت في بداية البرنامج يتعلق بالأحوال التي تطرق على الدعوة الدعوة مثل ما قلنا سابقا هي تقام بعريضة هي طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء فبين بين إقامتها وبين حسنها بالحكم اللي راح يصدر بها يعني قد تطول قد تطول إلى شهر شهرين ثلاثة سنة يعني بحسب نوع الدعوة بحسب المرافعات اللي اللي تجري بيها بحسب ما يعني ينشأ خلال هذه الدعوة فلذلك خلال فترة وجود الدعوة وجود الطرفين في التقاضي نعم نجاة عاودة تفضلي نجاة تفضلي مرحبا تفضلي أهل النجاة أهلا بيت لا لا بسيط محبوبة اي اي اه اذا اريد اصلك من عنده فتنوب يعني غيابة اريد اصلك فتنوب اي يعني اصلك للمحكم وقل للقاضي ويضوجني قاضي ويجي هم انقطع الاتصال انا افتهمتك نجاة عيني افتهمتك افتهمتك انت مشكلتك انه القاضي دي يطلب من عندك عنوان 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 زوجت اللي اللي هو هاجرك اللي تاركت هذا العنوان لازم لازم نجيبي يعني اذا ما جبت العنوان عريضت الدعوة ما لتك اصلا ما راح تمشي لازم نجيبين عنوان او اخر عنوان قتلك اذا ما تعرفين عنوان الحالي اخر عنوان هو كان يسكن بي اخر سكن اخر بيت يسكن بي واجبين محل زقاق دار مثلا حتى نقطع دال لهمين اذا ما تعرفين يعني توصلي عن طريق المعارف لازم لازم منتقي من الدعوة حسن حسن من النجافة فضل حسن سلام عليكم عليكم من سلامتي مرحب بيك اقول لكم برحباك احنا عدنا هذا هو خوي حد سكوك نازل عليها نعم هذا العفو شاملة ما شاملة سكوك سكوك اي المنسك الاخوي ونازل عليها ها يعني الاخرين الاشخاص اخرين اي المستكين عليها نعم صارهم تقريبا 8 سنين وهو داير وجه لا يرضى يسلم لا يرضى يجي هو صادر علي حكم صادر علي حكم لو بعده بالتحقيق لا صادر حكم من محاكم الجناح يعني من كم هي كم دعوة عليا انا اربعة اي اربعة دعاوي يعني محكوم شقد على ست شهر على سنة شقد محكوم يعني لا يمكن على ست شهر والله محكوم المهم يعني ايضا هاي جريمة جريمة مشمولة بالعفو يعني اذا جوا المدعين بالحق الشخص سيوا تنازلوا عن حقهم فممكن شمولة بالعفو بس اذا ما ما يتنازلون عن حقهم فما مشمول بالعفو ما يرضون اكيد يريدون فلوسهم يعني هم بهاي هي حالة هي الشخصي غير يتفعل المحكمة اي يعني هو قانون العفو نفسه يعني ما يريد ما تريد بالدولة او القانون نفسه ما يريد انه يكون على حساب الاشخاص يعني هذا حق الاشخاص دولة هو اشقد محكوم هو محكوم مثلا على 100 مليون على 50 مليون ما اعرف اشقد على اي مبلغ هو محكوم 6 شهر يخلص 6 شهر ويطلع يعني اذا ما نشمل بالعفو هم رح يصل المدد مال تو ويطلع اذا نشمل بالعفو يفترض انه يرضي دول الناس اما ان يسدد لهم جزء من المبلغ يعني او يسدد لهم كل المبلغ يعني يعني بكل الطرق الا تنازل بالضبط الا تنازل يلا لانه ما لها حق الدولة ما لها حق القانون العفو يعني تتصرف بالحق الشخصي بحق الاخري اي قانون العفو اسقاط اسقاط للحق العام اسقاط للحق العام اي لكن الحق الخاص الحق الخاص يعني مو الدولة إذا كل فترة صدر قانون عفو وتطلع كل مثل هذه مال السكوك القتل المدري شنو فمعناها ذول الناس اللي هم المدعين بالحق الشخصي أو هم الأشخاص اللي يعني مجني عليهم شنو ذنبهم يعني يعني الدولة ده تطلق سراح وتشمل بالعفو سراح المحكوم وبالتالي يعني يذهب حقهم سدى يعني وبالتالي الدولة في هذا القانون راعت يعني في قانون العفو الأخير راعة مجلس النواب بأنه لا يكون العفو على حساب الأشخاص يعني اشترطت تنازلهم الله أرحمه الرحمنين بس الله يريهم لا بالعكس غاتي بالعكس يا مرحب بيه يا مرحب يا مرحب نعم إذن بالنسبة النجاة يعني مع لسف خطيئة كل ما تتصل تنقطع أخط نجاة أنت لازم لازم تجيبين عنوان عنوان تطيل للمحكمة تكتبيه بعرض الدعوة المدعى عليه فلان ابن فلان بغداد كذا تكتبين المحلة زقاق دار وهذا العنوان حتى له عنوان سابق يعني ما أنا ما تقول لسا روحي دوري على عنوانه وين وجيبي عنوان سابق تمام يعني ما مسؤول أنه هو وين حاليا جيبي عنوانه آخر عنوان وخلت يروح المبلغ للعنوان اللي هو كان بيه وإذا قال له لأنه هذا الشخص مرتحي لإلاجها المجهولة رح يصير النشر بالصحف وتمشي الدعوة بالمحكمة بالمرافعة نعم موحان فضل موحان أهلا بيك موحان عيني تفضل اي اي قطع الاتصالي شلون موحان موحان ها موحبديين اي اي ميخال افتهمتك افتهمتك لازم لازم بالدعوتين اللي هو محكم بيها بالدعوتين لازم المدعين بالحق الشخصي يجون يتنازلون يجون يتنازلون يلا يصير بالدعوتين مو بدعوة واحدة اي اين زيان انتما كان لش مدى العفو الآن بعد سنتين ثلاثة هم يعني ما محدد مدة بس يجون يتنازلون يجون يتنازلون عن الحق مثل هتو؟ هتو الحدان يدعوة شهرية مثل هتو من رحم تنازل بعد سنة سنة ونور لا انت إذا طالت المدة قد يكون إنه قانون محدد بمدة هو لحد الآن القانون بالنسبة لموضوع العفو يعني أكو قبول من قبل لجان العفو للطلبات المفروض تستعجلون بيها لأنه قد يكون هاي مدة محددة هاي حسب التعليمات اللي صدرت من قبل لجان العفو ومن قبل مجلس القراءة الأعلى شلون يتم بسيراد لكم تستعجلون مو تخلوها منها سنة سنتين يجوز بعد ما مقبولة تكون يعني يا مرحبا يا مرحبا أهلا بيك إذن أعود إلى الموضوع قلنا فخلال خلال فترة نظر الدعوة ممكن أن تحدث أمور تجعل أسباب هناك للوقف أو للانقطاع المادة 82 أولى مواد هذا الباب اللي هو بالفصل الأول يعني يتكلم عن وقف المرافعة يقول يجوز وقف بالمادة 82 فقرة واحد يجوز وقف الدعوة إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر من تأريق قرار المحكمة لإقرار المحكمة لاتفاقهم إذن المدعي والمدعى عليه أطراف الدعوة ممكن أن يتفقون ويقدمون طلب للمحكمة أواحد يقدم طلبه الأخي وافقه ويطلبون وقف النعم عادل من بغداد تفضل إي حبيبي سلام عليكم أهلا بيك أهلا وسلم أهلا عادل قل لي بس بس سؤال قل لي عن القانون العفو يشمل دعوة تضي للعدالة يعني يشملها يشمل يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أهلا وسلم قلنا أنه ممكن المدعي أو المدعى عليه واحد من عندهم يطلب والآخر يوافق له والمحكمة تقرر بأنه يعني إقرار اتفاقهم وتوقف المرافعة لكن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر محددة يعني هذه مدة محددة في القانون اثنين إذا لم يراجع هذا الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوم التالية لنهاية الأجل تبطل عريضة الدعوة بحكم القانون يعني هو أكو سبب يعني أكو سبب دعا الطرفين إلى أنه يطلبون من المحكمة يوقفون المرافعة ليش يوقفوها يجوز لدون يوصلون إلى حال يصالحون بيناتهم فالمحكمة تتيح لهم لكن ما تتيح لهم الوقت إلى ما لا نهاية تعطيهم هذه المهلة ثلاثة أشهر إذا وصلوا إلى اتفاق وراجعوا المحكمة أطلوا الدعوة أو ما وصلوا إلى اتفاق وراجعوا المحكمة وطلبوا السير استناف السير في الدعوة سيتم الأمر إذا مثلا ما راجعوا يعني لا بينوا لأنهم يطلبون السير ولا هما فتنتظر المحكمة خمسة عشر يوما من انتهاء مدة ثلاثة أشهر تعتبر هاي فترة ترك للمراجعة خلال هاي الفترة وراها اطلوا الدعوة نمح عباس من كربلاء فضل عيني عباس السلام عليكم أهلا بيك أخ عباس مرحبا بيك تفضل عيني وياك تفضل عندي العمد فترة محكمة بسجين باديوش يعني قبل أحداث مع الموصل نعم وعندك على المتصارب بسجين باديوش وطلع اي محد يعني قبل تغيرتشها أربعة تشهر يعني اللزم يعني بزموع مم شمال أفوا هذي هو شنو التهمة مالته شنو عليها مادة وطلع وطلع يعني المهم هو صادر على حكم ومحكم والسجن ما لابادوش وطلع طلع نتيجة يعني دخول داعش للمدينة وزين ليش ما رجع ليش ما رجع سلم نفسه مو هي مشكلة يعني قد انه تبقى مشكلة هذا الموضوع المهم القبض عليها لو هو سلم نفسه لا هو القبض علي القبض عليها الناب كربلاء صارنا عليه اثنين وحده انه هو محكوم بالقتل وحده انه هو هرب من السجن وما سلم نفسه ولا هو ما هرب بظروف اعتيادية يعني هو نتيجة احتلال المدينة يعني فمشمول يعني عموما هو عموما على الجريمة اللي هو مقترفه المحكوم على اساسه هو مشمول لكن بشرط التنازل هو متنازلين خلص اذا متنازلين اجون امام امام لجنة العفو او تثبتون اللجنة العفو موضوع التنازل موجود بالدعوة وبالتالي ممكن شمولة بالعفو يعني اشكركم اما منك العفو اغاتي العفو يا مرحبا يا مرحبا اذا اعود لموضوعنا المادة 83 تنص بالفقرة واحد منها انه اذا رأت المحكمة ان الحكم يتوقف على يعني الفصل في موضوع اخر قررت ايقاف المرافعة واعتبار الدعم مستأخرة حتى يتم الفصل في ذلك الموضوع وعندئذ تستأنف المحكمة السير في الدعوة من النقطة التي وقفت عندها ويجوز الطعن في هذا القرار بطريق التمييز اهنانا اذا توقف المرافعة مو اتفاق الطرفين واقرار المحكمة انما المحكمة هي بسلطتها يعني القانونية اللي معطيها القانون والتقديرية انه تقرر ايقاف المرافعة وطل لسبب طبعا وهو قرار هذا نقول في اخر الفقرة انه قابل للطعن فيه تمييزا تمييزا امام محكمة الاستناب بصفة التمييزية راح يكون لان هذا مو قرار حاسم للدعوة فبالتالي يعني اذا كانت هناك اعذا المحكمة بقرارها خالفة القانون ممكن بالطعن التمييزية تضحلك المهم نعم ثائر من البصرة ثائر اتفضل ثائر نعم السلام عليكم اهلا اخ ثائر مرحبا بيك يا اخ ثائر الله يسلمك اغاتي يا مرحبا ايه اخ ثائر ثائر ايه بيجز تهال انا مدال العفو نعم ثائر عليكم عليكم السلام اتفضل ثائر اتفضل ثائر هالعفو يعني هالعفو تريد له قديم لا هو العفو الاخير عفو لسنة 2016 اه نعم عند غرفية عند غرفية مسازل حتى الشرح يباقي بس حتى العام نعم ما مشمولة بالعفو مم شنو شنو على يا مادة على يا مادة ثائر على يا مادة شرحي مادة عاق نعم على يا مادة ثائر على يا مادة لانا وصوتك انقطع المادةウ 396 ايه 396 ايه ايه شنو شنو الحكم تان؟ ما لا لا موقوف ولا ايحكم ما صادر بيحكم حدا المقاضين ها يعني بعدك بدور التحقيق بعدك بدور التحقيق بإمكانك هو أنت الشخص المعني لو لا بإمكانك تروح تراجع محكمة التحقيق وتقول يا بأ علي أمر قبوض وآني هذي الدعوة مالتي مشمولة بالعفو أطلب شمولي بالعفو يعني بما أنه بالدعاول مشمولة بالعفو تأكد تأكد أولا تأكد من مجريات الدعوة يعني يتأكد لك من شنو مجريات الدعوة وين توقفت الدعوة يعني مصادر القبض عليك وما متنفذ هو السبب أكو بها صاير مثلا مغلوقة الدعوة صاير بها تنازل مثلا لازالت قيد التحقيق يعني تأكد من هذه المواضيع وبالتالي تقدر تراجع المحكمة بما أنها مشمولة بالعفو إذا كانت مشمولة بالعفو ممكن أنه المحكمة بعد أن تكمل الإجراءات تشملها بالعفو وينتهي الموضوع وما تبقى على الأقل تكون أنت يعني عليك أمر قبض هذا ممكن ترى التنفيذة بأي وقت عليك إذا أنت ما متنازلين عند الدعوة أحمد بغداد تفضل أحمد شلون أستاذي عزيز أهلا بيك أحمد يا مرحبا أستاذي عزيز عندي استفسادة ممكن تفضل أغاتي تفضل دعوة 191 المادة جمارك شلون شلون 191 و 194 جمارك آه 194 جمارك أي أي موقف ما محكمين موقفين ما محكمين نعم آآ ممكن يعني من 1916 يعني فأعتقد بالعفو والتسعة الفين 2016 و16 أي نعم بالعفو أو لا إذا ممكن يعني هذه هذه الماد شنو موضوعة سيارة أي ايش تحمل ايش تحمل. اي. مو اذا تحمل مواد مخدرات مثلا مواد. لا 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 هي سيارة الموحدة من قمرق السيارة. اي. اي. اه سيارة ما نجلي من قمرق هي او ما بدون قمرق هيك يعني. نعم. اذا اذا مجرد مجرد موضوع السيارة وشلون دخلت. فهذه مشمولة اذا 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 هيك مشمولة بقانون العفو. يبقى عادي. اي. بس هو واحد تسعى 2016 مشمول يعني قبل العفو. اي هو قبل اه ها واحد تسعى بالضبط. بضبط. هو شوك تصدر العفو. اذا اي. اذا اي. اذا قبل العفو. اذا قبل العفو. ولو بيوم واحد. هو من تاريخ صدورة من مجلس النواب. يعني. مو من تاريخ نشرة. من تاريخ صدورة من مجلس النواب. اذا 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 وراء هذا التاريخ يعني ما مشمولة بالعفو. اذا قبل التاريخ مشمولة بالعفو. من تاريخ صدورة من مجلس النشرة يعني. لا. هو مجلس النواب هذه المرة من صدر قانون العفو. قال انه هذا العفو يكون نافذ من من تاريخ اصداره من تاريخ اصداره في جلسة اللي صدر بيها يعني اللي صوته عليه في مجلس النواب مو من تاريخ نشرة في الوقاية العراقية فلذلك هذا التاريخ اذا هي قبلها فهي مشمولة بالعفو واذا بعدها ما مشمولة بالعفو اذا بعدها ما مشمولة بالعفو مرحبا بيك اهلانا غاتي نعم اعود الى الموضوع قلنا انه المحكمة اذا رأت يعني انه نتيجة مثلا وجود تزوير مثلا اقطعا بالتزوير او هي المحكمة الشيك بانه السندات المعروضة امامها هي محكمة بداءة محكمة احوال شخصية مثلا ومو من مهامها ان تفصل في موضوع مثل التزوير مثل يعني فلذلك ممكن ان توقف السير في الدعوة وتحيل الامر الى التحقيق وبالتالي تنتظر انه يصدر يعني حكم من المحكمة المختصة بالجزاء وعندها تعود لنظر الدعوة من النقطة التي توقفت عندها يعني هذا في موضوع انه المحكمة هي اللي توقف السير في الدعوة اثنيا اذا استمر وقف الدعوة بفعل المدعي هنا مو المحكمة هو المدعي المدعي دي حاول المطل بفعل المدعي او امتناعي مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوة بحكم القانون لانه هذا راح يكون سبيل المماطلة نعم مهدي من البلة مهدي تفضل مهدي عليكم السلام مهدي تفضل عيني مهدي مهدي عيني تفضل ايه دعوة بسنة 2009 ايه ايه وين بياه محكمة المحكمة القاسم محكمة القاسم محكمة بداءة شنو بداءة بداءة ايه حادث ما السيارة ادري محكمة بداءة محكمة بداءة القاسم ايه 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 ليش من 2009 ليش ليش لحد الان ما حادث ما السيارة تخص تخص شنو موضوع شنو حادث حادث ما السيارة حادث ما السيارة هاي مو بدأة مو بدأة يعني معناها امام محكمة جنح امام محكمة تحقيق يعني بديت بقيق تحقيق اي لحش عجب من 2009 اذا تحقيق وجزاء من 2009 لحد الان ما محسومة اي اي ما جزت انت شنو انت المشكو منه المتهم المشتكي انا انا اتشان حاجبت هالسيارة يحس يكتل تتنازل اي اذا تنازل اذا تقول هو دهس هي بها دهس انقلبت اي ومات بها واحد فصلت وتنازل ها مات بها واحد وتنازل هذا يصدر حلا اذا مات بها واحد يصدر عليك حكم لقانون المرور الاخير النافذ يبقى ها تنازلوا المدعين بالحق الشخصي يعني تنازلوا عن حقهم بس هذا بحق عام اذا بي وفات بحق عام انت اراد لك اراد لك تراجع المحكمة تراجع المحكمة تقولهم يا بالمدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليه تنازلوا عن شكواهم يا محكمة اطلب حسم الدعوة يقول لك شنو والله ما دافته مكزين يقول لك مشكلتك شنو شنو تجيب من نجيب المدهوس الميت يعني هذا المتعورين مصابين مصابين يعني معناها اكو اطراف اخرى بالدعوة غير المدهوس ايه المتعورين ايه ايه خلي يفرد لهم اوراق اطلب فرد اوراق بالنسبة لهم قل لها اعرف عنوينهم هم متضررين اخر ايه ايه اخي مودة قل لك انت اطلب من عنده لابو محكمة تحقيق القاسم قل لي يا با انا ذولهم اطلب من القاضي اطلب قل لي السيد القاضي انا ما اعرف عنوينهم ذول المتضررين الاخرين وبالتالي اذا لهم حقوق ممكن ياخذوها من عندي اطلب فرد اوراق بالنسبة لهم وانهاء هاي الدعوة المقامة ضدي هنا وهم مش وقت ما يقيمون دعوة عليك ويشتكون عليك عودين تنظر تنظر امام المحكمة المختصة هي من 2009 على اقل تنحسم عليك دعوة مدهوس تنحسم تحسمها يبطى دعوة حتى بالعفو مشمولة ايه المصابين المصابين طبعا هي حتى بالعفوة مشمولة اذا تقول من 2009 المهم بالنسبة للمصابين اللي هم ما راجعوا قل للاستاذ لانه هم ما راجعوا انا ما اندل عنوينهم دي ولا خصوهم بالنسبة لي يعني هم متضررين فيعني يعني الحال انه فرد اوراق بالنسبة لهم وتركها لحين مراجعتهم وحسم هاي الدعوة كي تغلق يعني كي ينتهي الامور او ينطيك نعم او ينطيك كتاب للبصرة تقوم تقول لا تقول ما تعرف عنوين هم شلو راح تبلغهم يجب لي مشكلتك لو راح تبضره راح يبطره لا مو مشكلتك لا انت قدم للطلب للراضي مثل ما قلت لك قل يطلب فرد اوراق او يفاتح الجهة المختصة محكمة التحقيق بالمنطقة اللي هم بها هاي لا تعرف المنطقة واذا القاضي ما دا يتجاوب ياك في هذا الطلب ممكن ان يتميز قراره امام محكمة جنايات الباب موكل محامي لو لا وكل لك محامي خلي راجع لك محامي محامي مليون وطلع عقب ما يخالف انت على مود يقرالك الاوراق يشوف فوين متوقف انت الشي اللي تعرفه غير اللي موجود ترى بالقرارات القاضي لازم لازم تتأكد من عدها تماما شنو مضمونها تتنفذت لو ما تنفذت يعني هاي الامور ارادلها محامي حبيبي ارادلها انه توكل لك محامي هسا حتى لو وكلت وانتهى الامور ووكل لك محامي تدين اي 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 شنون اي شو تسوي يعني هسا هو اخو مو يبقى القاضي ثابت بنفس المحكمة من زنة 2009 نعم 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 الله يساعدك لا انا دا اقول لك هي كدعوة من 2009 على حد الان طويلة يعني يومية تدريغ يومية تدريغ يومية تدريغ يومية تدريغ يومية تدريغ يومية تدريغ تفرد اوراقهم ويحسم لي هاي الدعوة سيدي القاضي واذا ما وافق لك اذا ما وافق لك اه ميز قرارة امام محكمة الجناح الجناح رحمه الله على الاجتب يا مرحبا مرحبا لا غاتي بالعكس اخناهدي يا مرحبا بك الله يسلمك الله يخليك نعم نعم اذا نعود الى موضوعنا الفقرة الثانية من المادة 83 تقول انه الى استمر وقف الدعوة بفعل المدعي او امتناعها مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوة بحكم القانون وطبعا هذا يعني جزاء للمدعي لانه المدعي هو صاحب الدعوة فلما تقدر الفقرة ثنيا ابطالها فمعناها جزاء للمدعي كي لا يماطل ويستمر في قتل الوقت الفصل الثاني جاءت عنوان انقطاع المرافعة من نفس الباب المادة 84 نصت انه ينقطع السير في الدعوة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او فقده اهلية الخصومة بوفاة ينقطع السير اكيد الى ان احد الورثة يظهر او المدعي اذا كان المدعي عليه هو المتوف او الخصوم مالي يعني ويطلب اه نعم اكتصال محمد من ذيقار اتفضل محمد اه نعم اتفضل اتفضل اه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عندي قضية بك احكيت مشتكة على احد الوزارات وحالهم على 2089 نعم اه مستعدات صرف على المشروع مالي تزوير يعني على التزوير حال تزوير على 2089 اي يعني تزوير نعم اي نعم ما يقبل يحضرهم الطاضر هالي مضرر من الموضوع لا ليش ليش ما يقبل يحضرهم شون ما يقبل يحضرهم اذا هم ومشكوا منهم لازم يستقدمهم او يصدق عليهم اوامر قبض شلون ما اي 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 كتصار لها سنة نحيل النزاهة عليهم السنة وبيا محكمة بيا محكمة بالكاظ مية لا نعم شعجب ليش يعني اذا هي محالم من النزاهة على المحكمة التحقيق يعني ليش ما ليش ما داي يرسل عليهم ليش ما يستقدمهم اوreichen عليهم اه اه اوامر قبض يعني اذا ما محكمة ما بيين السبب ما بين سبب اللفظ شنو ما بين السبب وما يجي القرار ما جايㅋㅋ grab المجوم يعني يجوز مثلا معلق الموضوع على موافقة مرجع ما ما كهW يعني قريت التال قرار ما اكو يعني جايزو ال thinfカاذ طلعت مزور اي اي اخي العزيز انت اذا قاضي مده يوافق انه بالعكس ان يعني ما انه قاضي ما يكمل التحقيق يعني وصار لسنة عندي يعني هاي امر احمول انت اذا هذه قميز القرار ما له امام حكم الجنايات الكاظمية امام حكم الجنايات الكاظمية ما هيز القرار اي ميزته اي اما الرفض او القبول او القبول او القبول اما ترفض طلبات المشتكية او تقبلهم فالحد لا يقبل ما يدى يسوي لا هذا القرار هذا معناها عدم احقاق الحق هذا يعتبر بمثابة رفض المحكم مفروض ايش رايح المحكمة استعناف الكرخ هذا القرار ما للقاضي التحقيق يميز امام محكمة جنايات الكرخ صحيح لانه ما اكو محكمة جنايات الكاظمية نعم امام محكمة جنايات اش عجب لعد ما اتخذوا قرار بيها يعني هاي المفروض ميز قراره مرة ثانية اه قدم له طلاب وخلي رفض وخلي رفض وميز قراره مرة ثانية ما عندك غير هذه الوسيلة يعني نعم اكثر من سنة يعني الله يكون بعونك يعني بس بدون سبب هذا يعني او بدون سنة الجريمة يعني ثابتة عنهم تزيير موجود وصرف امال على مشروعي بس ثابتة ولا مثابتة هو قاضي التحقيق واجبة جمع الادلة وانجاز التحقيق واحالة للمحكمة المختصة اللي هي محكمة الجناح وبالتالي هي اللي تحكم به هو ما لا علاقة بانه ثابتة ولا مثابتة هو يدز عليهم ياخذ اقوالهم وشكوا ادل عليهم ويحيلها للمحكمة المختصة انت وضح ذلك من تميز وضح الامر لمحكمة الجنايات الكارخ قلهم هذا المرة الثانية الثالثة ده نطلب هذا الطلب والقاضي ماذا يتأخذ قرار لا بالرفض ولا بالإيجاب يعني اطلب اصدار القرار اللازم مرحبا يا مرحبا اخي محمد اهلا وسهلا بي اذا اعود للمادة 84 قولي انقطع السير في الدعوة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقد اهلية قلنا اذا توفى احد الخصوم هو ما محدد مدعي مدعى عليه القانون احد الخصوم فاذا كان المدعي المدعى عليه هو سيلجأ الى ان يعني يطلب من المحكمة اما ان يظهر وريث ويحضر ويبرز القسام الشرعي وبالتالي هو ورث الاخرين يحلون محل المورث مالهم او انه المدعى عليه هو يطلب من المحكمة يعني مساعدته في انجاز اذا ما انجزوا القسام الشرعي ورثت المتوفى او بفقد الاهلية يعني بفقد اهلية للخصومة يعني كان يكون حدث له حادث في عقله مثلا جنون اي شيء بحيث فقد اهلية او انحباس ايضا يفترض ان ينصب عليه قيم او اي يعني امر يتعلق في موضوع الخصومة اي طارق يطرع من هذا القبيل هنا ينقطع سير الى حين انه يكتمل التمثيل بصورة قانونية احنا وقت البرنامج انتهى هذا ما يسمح به الوقت حتى القاكم السبت المقبل اترككم بحفظ الله ورعايته تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج ترجمة نانسي قنقر